بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لبحرين اليوم على الاستضافة وشكرا آخر لطرحكم لهذا الموضوع الهام أولا لا يمكن أن أذكر العوامية ولا أستذكر بطولات وتضحيات شباب العوامية وخاصة شهداء العوامية الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحصول على مطالب حقه كفلتها لهم المنظمات الحقوقية والموافق الدولية الموضوع الآخر هي رسالة موجهة مباشرة لابن سلمان وأقزامه الذين أتى بهم من هنا وهناك لحماية عرش ابن سعود أقول لكم العوامية ليست مجرد جدران تأتون بالمدرعات والأسلحة الثقيلة والمدفعية والرشاشات وتهدمون وتقتلون وتظنون أنها ستنتهي العوامية العوامية ليست مجرد جدران وليست فقط هذه الجدران العوامية هي طوفان جارف ستجرف كل تفاهات ابن سعود بالقريب العاجل والعوامية حاليا العوامية هي مستنقع لابن سلمان يسجل فيها خسارة جديدة وسيكون النصر حليفنا بالقريب العاجل بإذن الله